دكتورة موضي الحمود ممسي عليك بالخير وحياة الله معانا في برنامج أسير سهلة حياة الله نورتنا نورت الستيديو بأناقطة تنس ما ذكره واشاء الله عليك يعني تسلمين اللوك اللي وايد حلو تسلمين يا حبيبتي وإحنا قاعد نتابع التغرير دكتورة آخر لقطة أنت وحفادك حسيت أن فيه هناك كلام هذه الحمد لله يعني أحباب الله فما بالك فينا أحنا يعني الجدة بعد أحن من الأم أحيانا يعني صجلة قالوا أنها ما أغلم الولد إلا ولد الولد حساء الله يفضهم إن شاء الله وتمم عليهم وتشوفهم إن شاء الله مع ريس في عندنا كانت أتوقع تقرير أحنا قاعد نشوف صورة على الهوى معانا في صورة عندنا خلنشوف الصورة هذه الصورة يمكن تكلمنا قبل شوي عن موضوع الأحفاد دكتورة موضي يمكن أنت خذتك نوعا ما الأعمال خنقول السياسية وبعض العمال يمكن خنقول ترأسك في جامعة جامعة العربية أكيد ما عندك وقت كجدة أن تقعدين مع أحفادك إلا يمكن أوقات بسيطة جدا شلون تخذين هذا الوقت وتقعدين معهم والله شوف مثل ما يقولون السر في تنظيم الوقت صحيح يعني قبل الأعباء العمل وأعباء الحياة العامة والشأن السياسي ما أخذني فقط من أحفادي أخذني من قبل من أولادي صحيح حذرت زوجي لأهلي وعالدتي وإخواتي فالحمد لله إحنا عندنا هذه النعمة هي نعمة الإسراء والمتدى الحياة الاجتماعية الحياة الاجتماعية فهونت كثير من الأعباء التي أتحملها كأمرأة ليس فقط موضي الحمود وإنما أي سيدة الآن تعمل سواء كان بالشأن السياسي أو بوظيفة ولديها عائلة وأسرة وأولاد بالتأكيد يعني لا بد أن تنظم وقتها وأن تجد لكل وظيفة وقت التنظيم هو السر إذا نظمت وقتك هو السر في أنك إن شاء الله الحل أولاد الحمد لله أكبروا تخرجوا لكن الأحفاد الأصباري الأحفاد هذه لمتعة هذه لمتعة لأن أنت مسؤولة عن تربيتهم بس تدلعينهم ولكن تستمتعين وياهم في الحمد لله لدينا وقت يعني الواحد أيضا إذا نظم وقته في حرص في الإجازات في العطل أني أكون مع السوتي بس الأحفاد تنبين عليه أنه وايد هادي ما شاء الله ومراعي مشاكل أخويا يمثل أن هذه أنا نزغة صجية لا والله يعني حرت شوي طيل شوي ما شاء الله عليه بس هذه الإهال يعني حلاوتهم في شقاوتهم ما شاء الله وين تأخذينهم؟ إحنا سمعنا تحبين سوق المباركية والله أطلعوا إياهم كل مكان أروح إياهم المركز العلمي أروح إياهم المباركية أروح إياهم حديقة الشهيد على حسب الأوقات المقالة التي كتبتها في سوق المباركية إيه هذي يعني سوق المباركية أحبه سوق تراثي صحيح ومتعة بالنسبة لي أنا أحب الأسواق القديمة سواء كان الكويت أو خارج الكويت فالمباركية بالنسبة لي يعني متعة أحب أخذ الأولاد خاصة في فترة العياد الوطنية وينما يكون الزينات والمكتبات فاليهال يستمتعون وأنا أستمتع فيعني وأوصي كل أم أو كل الجدة أن تأخذ عيالها هناك أمانة سوق حلو لكن حضرتك صراحتي أن المناطق اللي حوالين المباركية ما كانت يعني ما صارت نفس قبل شنها تغيرت عليك شوفي التغير طبيعة الحياة يعني ما في مكان لكن الحلو في سوق المباركية أننا حافظ على الطابع الترافي الحركة اللي فيه الحياة اللي فيه يعني هذا شيء جميل يمكن وجود الأشخاص هو اللي يحيي المكان يعني وجود زينة وجود الاحتمام الاهتمام في هذا المكان وفي إحياء الترافي طبعا أنا زعلت كثير لما صارت أزمة الدكاكين والإيجار لكن الحمد لله يعني انفرجت وإن شاء الله حلت وأعتقد أن هذا يجب أن نحافظ عليه بطابعة التراثي وأن يعني لا نغير فيه الكثير صحيح بنأخذك من سوق المباركية دكتورة إلى وبنذكرك بالسفر اللي قبل أيام يمكن رديتي من السودان وهناك يمكن أخبار طيبة في هذا الموضوع أي والله هذا رديتني عاد للعمل نحن قلنا نبدأ أول شيء على ما تفتاحين بالأشياء المحببة في الواقع كوني مسؤولة أو رئيسة للجامعة العربية المفتوحة وهي مثل ما تعرفون جامعة إقليمية مقرها الرئيسي في الكويت لكن تمتد فروعها في ثمان دول عربية صحيح آخر فرع عندنا فتتح هو السودان وكان لشهر الماضي زيارة في السودان لهذا الفرع الحديث أمانتين أول مرة أزور السودان وكان يعني التقيت في طلبتنا في السودان يعني طلبة جدا واعين على فكرة في ناس يمكن ما يعرفون الشغلة هذه ترى الشعب السوداني هناك كثير من المثقفين بالشعب السوداني بشكل مميز يعني نحن في فترة من الفترات حتى جامعة الكويت الجزء الكبير أو عدد كبير من أساتذة جامعة الكويت كانوا الأخواننا من السودان وأحواتنا من السودان يعني يتميزون بالثقافة العالية يتميزون بالجدية وبعدين مستوى التعليم عندهم صراحة متميز متميز فلما فتحنا الآن فرعنا فرع الجامعة العربية المفتوحة في السودان وهو آخر فرع مثل ما قلت لك هذا الفرع الآن رحت شفته اجتمعت مع الطلبة مع الأساتذة كانت زيارة مثمرة وجيدة في الواقع إذن الإطراب السياسي بالسودان ما رح يأثر على افتتاح صرحك الجامعة العربية لا لا أبدا الخرطوم فيها استقرار يمكن اللي تكلمين عنه في جنوب السودان لكن في الخرطوم وفي السودان وبالعكس التقيت مع وزيرة التعليم العالي ووزيرة الدولة لشؤون التعليم في السودان الوضع ممتاز وطلبتنا مرتاحين ويعني كانت كان فرع الجامعة العربية المفتوحة إضافة جيدة للساحة التعليمية للفرطوم جميلة شلون على اليمن أتوقع هناك في فرع باليمن ورام الله في فلسطين والله شوف أنا بس خل أعطيك نبذة عن الجامعة العربية المفتوحة جامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية نشأت بمبادرة جميلة من صاحب السمو الملك الأمير طلال بن عبد العزيز اللي يرأس برنامج الخليج للتنمية فهي تقريب الجامعة تابعة للبرنامج الخليج العربي للتنمية هذه الجامعة بدأت أساساً لتوفر التعليم لناس ما يقدرون أنهم يلتحقون في الجامعات الخاصة مرتفعة الثمن أو ليس لهم فرصة في الالتحاق في الجامعات الحكومية مثلاً مثل الجاليات اللي عندنا ابناء الجاليات في الكويت أو غير الكويت هذه الجامعة انتشرت الآن في ثمن دول آخرها مثل ما قتلك السودان وإن شاء الله قريباً جداً نحن قاعدين ننشئ الآن فرع الفلسطين في رام الله وإن شاء الله أزور رام الله قريباً أيضاً ليستكمال إنشاء الفرع واليمن بدأنا نشتغل على فرع اليمن من سنتين وأنا أعتقد يمكن دكتورة حتى جهود يمكن سمو الملكي طلال بن عبد العزيز توقع جهود واضحة كانت في هذا المجال جهود في الواقع جبارة في هذا دعم الجامعة إنشاءها امتدادها تعزيزها يعني هو ولازال أمير طلال يرأس مجلس الأمناء مجلس الأمناء مكون من يعني شخصيات عربية لها باع في التعليم في مجال التعليم هذا موجود الملكة رانية أتوقع نائبة الرئيس الملكة رانية ورئيس اللجنة التنفيذية دكتور علي فخرو وزير التعليم السابق في البحرين يعني هدف الجامعة التربوية أكثر ما هي هي لها هدف تنموي بالدرجة الأولى كيف نوفر التعليم لفئات في المجتمعات العربية والشباب العربي اللي يحتاجها وما يقدر أن يحصل على فرصة في التعليم العربي إذن كان نشوف أنه في عدد كبير من الانشاءات وكان نشوف أنه في فروع وايد للجامعة العربية لكن المشكلة اللي يعاني منها الطلاب هي قلة التخصصات بهذه الجامعة هل في هناك زيادة للتخصصات في الجامعة؟ الجامعة العربية مثل ما قلت لك هي تختلف من دولة إلى أخرى يعني عندنا تخصصاتنا في بعض الدول مثل عندنا في الكويت في تخصصات محدودة في ثلاث تخصصات بتفرعات داخلية لكن عندنا اللغات عندنا إدارة الأعمال لكن بكالوريس التربية يمكن أكثر البنات يعني يطالبون أن يكون موجود مرة أخرى هو كان موجود التخصص كان موجود وراحي كان موجود في السابق ووقف لاستكمال بعض شروطه ولم يفتح إلى الآن أو لم يسمح لنا بفتحة إلى الآن في أخبار سيئت تخصص في أخبار إن شاء الله راح تكون طيبة مجلس الجامعات الخاصة في الواقع يدرس هذا الموضوع وإن شاء الله خير لكن في الدول الأخرى نقدم برامج أكثر يعني مثلا أخذ على سبيل المثال في لبنان في لبنان نقدم التصميم الجرافيكي نقدم الإعلام في مصر نقدم الإعلام نقدم القانون سلطات المحلية لما تقدم على البرنامج وتدرسه وتقتنع فيه تفتح البرنامج هنا شوي في الكويت أصعب في الكويت أصعب لا ما هو خلل أحيانا يعني في شروط معينة للوزارة المعنية سواء في الكويت أو في السعودية أو في البحرين كل دولة لها ظروف معينة الشروط يعني توضحين أنها شروط أصعب من خارج شوف هم مو بس الشروط هم يدرسون أيضا كهيئة حكومية أو مختصة تدرس سوق العمل تشوف متطلباتها تطلب مستوى معين تطلب ارتباط مع جامعة خارجية شروط أحنا فعلا عندنا رؤية لإحتياج سوق العمل في الكويت أنت يعني هذا مطلوب مننا ما تقدر تقدم بس قاعد يصير على أرض الواقع شوف ما نقول إحنا عندنا رؤية دقيقة لكن نعم فيه تلموس لإحتياجات سوق العمل فيه وإنت حتى إحنا كجامعات إحنا بنفسنا ننزل سوق العمل ونشوف وين الطلب على طلبتنا وعلى التخصصات اللي يطلبونها هل ممكن يكون لهذا الشيء علاقة بوجود جامعات أدى بالكويت وارتباط الجامعة المفتوحة بباجي الجامعات يعني يبوني وزعون التخصصات على كل الجامعات لا ما لعلاقة لا ما لعلاقة بالتأكيد إذا تخصص مثلا السوق تشبع مننا أو عدد الخريجين مننا عدد كبير يكون لهم وقفة هنا لكن في بعض التخصصات مثل إدارة الأعمال مثل نظم المعلومات هذه تخصصات مطلوبة والسوق يطلبها فحتى لو تكررت في أكثر من جامعة لا بأس يعني يسمحون فيها جميل دكتور أممكن في بعض الطلبة عندهم معاناة في التأخر بالتخرج بالتخرج لأن مناهجنا صعبة أحنا عندنا اتفاقية كاملة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا وبالتالي إحنا ندرس مناهجهم ملتزمين فيها بالتأكيد لأن الطالب عندنا يتخرج يحمل شهادة من عندي جامعة العربية المفتوحة وشهادة من الجامعة البريطانية فيأخذ شهادتين الأولى تفتح لسوق العمل في الدولة اللي يدرس فيها العربية والثانية تفتح لسوق العمل أو الدراسة في القارج في العالم الخارجي في الغرب فلذلك تلقى المناهج البريطانية بصورة يعني عامة هي مناهج صعبة يعني حتى هل يمكن مدارس يدرسونهم مدارس بريطانية وبالسنوات الأخيرة نحولهم مدرسة أمريكية تعرفين أن المناهج البريطانية صعبة لكن أمانة لما يتخرجون سوق العمل يقبل عليهم بشكل كبير وفتحت هذه الجامعة الحين يعني بالأعداد اللي عندنا فتحت مجال كثير من أبناء الجاليات يعني مو شرط العرب عندنا مثلا أبناء الجالية الهندية أبناء الجالية الباكستانية لأنه يأخذ الشهادة البريطانية فلما يروح بأي مكان أو يروح ببلده يدرس ودكتورة أيضا يحسب للجامعة الرسوم المناسبة للطلبة صراحة شيء بالذات طلبة متأثرين حرام برزت فيها الجامعة العربية مثل ما قلت لك هي لها هدف تنموي صحيح ولها هدف اجتماعي غير الهدف المادي هي جامعة غير ربحية وبالتالي يعني لك أن تتصور يعني الرسوم أي جامعة خاصة أخرى سواء في الكويت أو غيرها تبلغ أربعة أضعاف رسوم الجامعة العربية صحيح وبالتالي في النهاية بناء الإنسان هو يمكن هو هدف هذه الجامعة وهو هدف مؤسسها بالأساس وأنا أعتقد أن لا يوجد الآن عندنا في الوطن العربي جامعة تمتد هذا الامتداد العربي وتوفر هذه المساعدات يعني هذا بحد ذاته يحقق الهدف صحيح اللي احنا نسميه بالكويت يتعلم صح هذا المتنفس لنا احنا تشوفين نفسك في المقالات والكتابة أنا أحب الكتابة وأحب التفاعل مع الشأن العام ومع قضايا وطني أعتقد أنها مسؤولية للإنسان اللي يقدر يساهم بوجهة نظر معينة وأنا أعتقد أن بتواضع عندي أحيانا وجهة نظر في القضايا اللي تطرح على الساحة وساهم فيها بقلمين طبعا ما شاء الله مقالاتك كان لها أثر كبير حتى بأعضاء من الناس كلها مو بس حتى بالناس اللي لهم مناصب حكومية كانوا يوصون دايما على قراءة مقالاتك هنتكلم عن مقالتك الأخيرة لآخر مقالكات بدا اللي هي بس بجريدة القبس اللي في جلسة مقترح قانون آه بالنسبة لجلسة المقترحات أنا بس أنا أنت كتبتي بالحرف الواحد الحكومة نجحت في جلسة الثلاثة بالإقناع أو بغيرة أبي أوقف على الجزئية الأخيرة هذه المفردات الذكية من الدكتورة ماذا تقصد دكتورة موضي أو بغيرة؟ أول شيء يجب أن نقر أن الحكومة فعلا نجحت في إدارة الجلسة لتحقق ما تراه صائبا وهذا حقها كحكومة يعني إذا رأت الحكومة أن لها رأي في كل الدول يعني في كل برنامنات العالم ترجح الكفة يعني الأقوى كفة الحكومة في هذه الجلسة كانت أقوى فعلا ورفضت المقترحات أو التعديلات على قانون المحكمة الإدارية وعلى قانون المسيء رجعوا إلى اللجنة المختصة وبالتالي الحكومة نجحت الآن أنت شلون بتقرأ هذا المشهد السياسي أنا كتبته بالرؤية اللي شفتها أنا في بعض الناس رفضوا هذه التعديلات عن قناعة من النواب مجموعة من النواب رفضوها عن قناعة والمجموعة الثانية وفي مجموعة أخرى قد يكون بالإقناع يمكن يكون رأيه أول مؤيد للتعديلات بعدين اقتنع أو بالضغط أو بوسائل الأخرى شونا الضغط نحن يعني كلنا نعرف الأمور السياسية معنا أن هناك مقايضات يمكن بين الحكومة وبين لعضاء بالتأكيد يعني الأمور السياسية وهذا شيء مشروع في عالم السياسة الآن أنت حتى تكسب التأييد لموقفك إما أن يكون الشخص اللي أمامك مقتنع في هذا الموقف أو مثل ما قلت في عملية أقناع لاحقة أو في عملية ضق أو في عملية تمصلح يعني ما فيها روح وتعال هل توافقين على كلام أن مثلا الدكتورة موضي تملك نفس حكومي؟ أنا أملك نفس حكومي أنا كنت جزء من الحكومة أنا كنت وزيرة إذن مع أن حدثت الحكومة وقرأت المشهد وأنا وزيرة والتمصلح أيام ما كنت وزيرة كان موجود بكل الأوقات بس هذا ما تعتقدين أن هذا سلبي على قرارات كثيرة المصلحة الخاصة اللي تصير ما بين الأعضاء والحكومة هذه حقيقة السياسة هناك في السياسة تحكمها ليس فقط بين الأشخاص وإنما حتى بين الدول المصالح تدير أو تكون حاضرة في المشهد السياسي إذن السياسة لعبة كبيرة بالتأكيد بالتأكيد لها شروطها ولها قواعدها هذه اللعبة فأنت بس ما تقدر أنت يعني تقول والله فلان أخذ أو فلان لا لكن أنت تعرف أنك وسائل كثيرة تتبعها الحكومة حتى يعني تدير القضية أو تدير الرأي لي حاليا من الأشتر في هذه اللعبة الحكومة ولا المجلس؟ والله أنا ما بيأقول من الأشتر أنا بيأتأمل أن الأثنين يعملون جادين لمصلحة هذا الوطن الآن تقول لي من الأشتر أحيانا إذا كانت القضية في مصلحة هذا الوطن فالجانب الأشتر هو من يصوت لصالح هذه الصالح بالتأكيد مثل ما تفضلت قبل شوي أو نور قالت أنها لعبة نعم يجب أن تلعبها بقواعد واضحة ولا بأس يعني أن تلعب سياسة بشكل حرفي إذن رأيت الشخصي في مقترحة هذه القانون الجنسية وسحب الجناسي والعفو عن المسيئة شوفي كل قانون أول شيء ما لازم نجمع كل هذه في سلة واحدة يعني كل قانون لا ظروفة وكل قانون لا منطلقاته ولا انعكاساته بعدين وتبعاته على المجتمع فالجمع بين هذه القوانين أنا ما فاضح هذا واحدة يعني ما يفضل تانيا الجنسية يعني دخلنا الآن بهذا النقاش على قانون الجنسية في منعطف أنا أعتقد أنه ما هو في صالح الوطن هذا الموضوع يجب أن يناقش بهدوء بموضوعية بين الأطراف المسؤولة وهي البرلمان والحكومة وبشيء من الهدوء هذا اللي صار دكتورة؟ إن شاء الله يصير إن شاء الله يصير لمصلحة الوطن يعني في النهاية أنت مجتمع يتكون من فئات كثيرة ويتكون وهذا ميزة الكويت ومجتمع صغير يعني إذن العفو عن المسيء رأيت بهذا الشيء هذا كتبته من زمان عاد يعني رأيي في هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر بالتأكيد ولكن أيضا بصورة موضوعية بعيدة عن يعني سوري أقولها عن التكسب السياسي خلأ ردتش إلى يمكن السنة الأخيرة اللي كنت فيها وزيرتي نعم تركتي استراتيجية كانت جميلة وكانت واضحة استراتيجيتنا في هل هذه الاستراتيجية موجودة الآن على طاولة التنفيذ ولا داخل الدرجة اللي على اليمين إن شاء الله تكون على الدرجة اللي على اليمين ما نحطت في الكرتون عشان بس للأمانة الواحد يجب أن يقول إن الاستراتيجية التعليم والتربية في الوزارة كان شقال عليها فريق من قبل لا أي يعني من أيام الاستاذة نورية الصبيحة للأمانة بتدوا يشتقلون ولما استلمت مشيت عن نفس استراتيجية لما بدي استلمت كملنا كملنا وطورنا ودخلنا أيضا البنك الدولي ويانا كخبرة يعني عالمية تساعدنا في صياقة الاستراتيجية ليش مكلة الوزارات شذية مثلك وكملنا لا والله في وزارات جادين ويعني بس بس إحنا قاعدين نشوف كل وزير يستلم يضع خطة ورؤية مخالفة ومغايرة عن الرؤية السابقة أو يي وزير ينصف كل شيء يسوى الوزير اللي قبل ويبطاق ميدي إحنا كملنا الاستراتيجية وقبل لا يتم التشكيل الوزاري قبل أطلع من الوزارة بفترة قصيرة اجتمعنا مع اللجنة التعليمية في مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسلمناهم الاستراتيجية الهدف من هذا أن تكون الاستراتيجية هي خطة دولة وليس خطة وزير ألف أو باء أو جيم خطة عامل للدولة تطبق عن طريق رؤية لكن أيضا مع الأسف اللي يمكن من أتى من بعدي ما أكمل لظروف لا رأيها لا قيرة ما أقدر أحكم أنا على النواية توقفت هذه القطة هذه الاستراتيجية بعدين يمكن الآن نفذوا أجزاء منها وبدأ البنك الدولي يشتغل وياه ما أدري للأمانة الآن وين وصلك تثقين بالبنك الدولي كخبرة عالمية نعم أثق فيه لأننا سمعنا وائد كلام أن البنك الدولي جهة لا يعتد فيها بشكل سمعنا أنت ما تأخذ جميع ما يأتي فيه البنك الدولي تستفيد من الخبرة الموجودة لدى البنك الدولي أو أي مؤسسة عالمية هذا اللي صاير الآن في الكويت نعم يشتغل الآن البنك الدولي مع الوزارة التربية ويعني في مراجعة كثير من الخطط والإجراءات والقيادة تدريب الكوادر في المجال التربوي نعم لهم دور جيد حين ليش لالحين دكتورة قاعد نشوف الوثيقة تتغير من فصل إلى فصل من سنة إلى سنة مرة يخلونا فترتين مرة أربع فترات شوف هذه أيضا يجب أن نعترف أن التعليم والتربية تحتاج إلى استقرار الآن أنت توقيت على الاستراتيجية صحيح من قبل الأستاذة نورية كان هناك وزير ثم الأستاذة نورية ثم أنا ثم الأستاذ أحمد المليفي ثم كم وزيرة الحين يا بذمتك كم وزيرة عدم إيه الدكتور نعيف الحجراف الدكتور بدر العيسى والآن الله يوفقه دكتور محمد يمكن من شذي يصرح دكتور الحجراف أن مخرجاتنا الثانوية دون المستوى عدم الاستقرار هذا وكل شخص منه إيه متخصص قد يكون له وجهة نظر عدم الاستقرار في المجال التربوي هو اللي يعني ما يؤدي إلى استمرارية الخطة ولا إلى استمرارية الجهود في ناس يتهمون القياديين في وزارة التربية بأنهم غير مهنيين في المجال نفسه خليستقرونهما وعلي بعد يستقرونهما وعلي بعد يستقرونهما وعلي خليستقرونهما وعلي خليستقرون عشان يقدرون ينتجونه ويبدعون ماكو زمنهم للوزراء الحاليين أو أعضاء مجلس الأمة اللي تحسين أن أنت وديتش حطين ثقة تجفيه أو أنه يعني ما سليمكن آراج أو عاجبتش أداء والله ما قدر أحكم عليهم لأن أنا الآن شوية يعني ما أنا في مجال المجال السياسي هالكثر الآن المجال التعليمي هو اللي يشغلني أكثر يعني أنت متخصصة بالجانب الحكومي شرأيت بالحكومة الآن الحكومة تحتاج إلى مراجعة لأسلوبها دفنتلي يعني ما فيها روح وتعال محتاجة يعني تراجع سياساتها لكن يعني ما أقدر أحكم عليهم بشكل دقيق لأنني صراحة أنا الآن أتابع القضايا بشكل عام بس ما أدري عن تفاصيل المطبخ داخل ما تعتقدين استجواب القادم أو التلويح فيه لرئيس منسل الوزراء غريب نوعا ما أنا أعتقد أن يعني الاستجواب حق هذا صحيح ولكن هذا الحق اللي شفناه الآن أتى نتيجة كأن يعني صحيح ما تعطيني لأبي ما تعطيني إذن مستحق أم غير مستحق دكتورة في رأي يعني لا إذا كان فيه هناك قضية واستجواب يجب أن تكون بعيدة عن مسألة يعني أصبع أقول المقايضة هذا واحد لكن هذا حقهم يعني وهذه فرصة أيضا لرئيس مجلس الوزراء أنه يستعرض سياسته وحق وأنا أعتقد خطتها للإصلاح وأنا أعتقد الجلسة جلسة التعديلات أثبتت أن الحكومة لديها يعني قدرة على أنها فعلا تفرض أجندتها وبالتالي أتوقع وأأمل أن أيضا يصرون بنفس الإصرار على أجندة الإصلاح الاقتصادي إن شاء الله خلنا أخذك إلى حقيبة وزارة الإسكان هل كانت حقيبة ثقيلة عليك؟ ما طولت فيها وزارة الإسكان يمكن قاعدت فيها سنة وأربعة شهر أعتقد كحقيبة والله كانت المؤسسة الرعاية السكنية فيها ناس أيضا جيدين لكن لما دخلت الإسكان لاحظت شيء ذلك الساعة كانت المرأة الكويتية مبعدة يعني كان القرض الإسكاني أو لا يشمل لا يشمل المرأة حضرتتش اللي قدمت مقترح القرض الإسكاني أنا قدمت لمجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان في ذاقي الوقت ووفق عليه وفعلا بدأت يشكروني الحريم ليل ونه يشكروني الحريم يستهلون والله يستهلون بس على ذاك الوقت ترى تمتعت المرأة بنصف القرض أربعين أربعين ألف أربعين أو خمسة واربعين ألف أعطيت المرأة أو كنت فرحانة قلت زين خلتها يقبلونه الحين أخذت السبعين يعني بنت الكويت وين تروح إذا ما عندها سكن وما تزوجت كويتي أو عندها أرملة وعندها أبناء كويتيين صحيح يعني كانت في ظروف وضعت ضوابط لهذه الميزة والحمد لله تمتعت الآن المرأة الكويتية في الخدمة الأسكانية نحن نطير معاة شفية بالهولوكوبتر ونعرف شنو قصة الهولوكوبتر مع الشيخ ناصر لمحمد لما كان رئيس الحكومة ايه هذه انت دخلت في الاسكان لكني موين لكم هالبيانات في أثناء ما كنت في أحمل حقيبة الوزارة الاسكان كنا يعني كانت في طلبات متراكمة الآن على الأقل يجب الواحد أنه يعني يشكر أيضا الوزير الحالي ياسر أبلو فريقة طبعا صحي يمكن تقلصت فترة الانتظار إلى الانجاز يمكن بدأ واضح واضح صحي تقلصت فترة الانتظار إلى خمس سنوات إلى يعني فترة قريبة من خمسة عشر إلى خمس سنوات ايه والله وهذا إنجاز صحي يجب أن يشكروا عليه أمانته كانت أول ما استلمت كانت الطلبات يعني تحتاج 12 سنة و13 سنة وقيرة فكنا نبحث عن أراضي مشكلة الكويت هي مو مشكلة صراحة هي ميزة إن معظم أراضينا تحتها النفط وبالتالي تكون مملوكة للوزارة النفط أو مؤسسة البترول فإحنا نطلب منهم هذه الأراضي وهم والبلدية يشوفون ويحررون لنا الأرض كإسكان تأخذها وزارة تأخذها لها العامة الإسكان وتبتدي تقسمها للقسائم فكان كنا نتكلم عن المطلع وعن مدينة صباح الأحلى الآن في الوفرة وكل من يقول بعيدة وإلى آخره الله يذكر بالخير كان شيخ ناصر لمحمد ونمسي عليه بالخير كرئيس حكوم ويعني داعم لنا بشكل كبير وركبتي الهليكوبتر كان يقول لي مو بعيدة دكتورة قلت له طويل الأمر بعيدة يعني الناس فأخذنا جولة في الهليكوبتر وطلعنا ما أخذت أي لا ليس أخاف في العكس كانت جولة حلوة ورحنا الجزر وفترينا في الهليكوبتر ومرنا على ركبتها مرتين مرة ثانية مع الفريق محمد البدر الله يرحمه المرحو الله يرحمه كنا نشوف أيضا تضرر البيئة من يعني أيضا لما كنت وزيرة اسكان وكنا نشوف هذه المناطق خاصة مدينة صباح الأحمد كانت مقابلها المناطق الدفن فرحنا أيضا في الهليكوبتر نشوفها فكان الشيخ ناصر المحمد خذانا في الهليكوبتر ورحنا شفنا سوينا مسح كامل على هذه الأراضي وشفنا جزيرة فيليتشا ومرنا على الجزر يعني وينا على طول شنو الشعور اللي انتابت وحضرتك وزيرة الإسكان وشفتها هذه الأراضي من فوق وأراضي الكويت يعني كوزيرة إسكان شنو حسيتي فيه والله أنت شوف الكويت شوفينها من أي جهة تستانسين صراحة يعني ولله الحمد أحنا أجمل مدينة من السماء أحنا الكويت جميلة من أي موقع تشوفينها صدقتين لكن اللي عجبني بعد أكثر لما طرنا على الجزر جزر الكويت كانت بديع بديع المنظر المطلع الحين إحنا وقتي كنت تقول وعيد بعيدة الحين تشوف الشباب يتسابق على المطلع خاصة بيجود الجسر ويقولون أبرد من الديرة وبعدين بتكون قصيرة الرحلة لها قصيرة نتيجة للجسر فكان قرار في الواقع خصصت ذاك الوقت المدينة وكان فيها 30 ألف وحدة خصصناها خصصت للإسكان وبدأت الهيئة العامة هيئة الرعاية السكنية تقسم وإحنا ما شاء الله حتى مدينة صباح الأحمد مدينة صباح الأحمد قاعد يبنون فيها وشباب لا أطلعت ما شاء الله في ناس سكنوا والبنات والأهالي ليش مستنسين إن المساحات كبيرة وقعوا يسوون ما شاء الله معارض فيها ويشتغلون وتمتد الحين مدينة يايد مدينة الخيران إن شاء الله بتكون على أيضا كنا شفناها وشفنا المخطط ووافقت عليها الهيئة العامة للرعاية السكنية وقتها فهذه المدن كانت على الورق أيام ما كنت آنا في المزارة الآن شوفها مدن متكاملة الحمد يعني هذا شيء يفرح صحيح يمكن خذانا الوقت دكتورة سريعا وعندني يمكن أسئلة كثيرة ومحاول كثيرة ولكن يمكن إن شاء الله في لقاءات أخرى وسأنا قبل الله أختم برجع مرة ثانية على موضوع مقالاتك اللي فعلا يعني يمكن الدكتورة موضي بما أنها مسكت أكثر من حقيبة وزارية أيضا رئيسة الجامعة العربية المفتوحة ولكن كتابة مقالاتك أنت صحفية اكتبوا عنك يمكن شخصيات مثل السادة محمد جاسم الصقر كتاب مقالات الدكتورة موضي الحمود تم صياغتها بحرفية امرأة كويتية تمكنت من الريادة في كل مجال خاضت فيه في علم ودراية وخبرة يزاح الله خير وطبعا أستاذنا وليد النصف هم من أشاد بحضرت الشقاء وقال لتقرأ موضي الحمود بهدوء وإتقان لأن المسألة تتعلق بمسيرة بمسيرة واثقة وهادئة تحمل من التصميم بقدر ما تحمله من المعرفة لأن هدفها هو الإنسان الحقيقي وأيضا أزيد على هذه يمكن العراء والإشادات الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح قال سياسة سياسية متميزة هذه لما كنت أكتب في الوطن وقتها أي أيام الوطن حتى لو اختلف معها تجد نفسك مرغما على احترام رأيها واليوم تضع لنا فكرا ممزوجا بالاحترام لعقل القارئ وللرأي المعاكس يمكن أنا قلت هالكلمة التي قبل الهوى أن دكتورة وين طلعت هالكلمات موجودة إحنا دائما يعني في بعض الكتاب يكتبون ولكن نوعا ما يمكن يستخدمون مفردات شوية تسيء لأشخاص أو ما يتقبلونها أشخاص كثر ولكن مقالاتك بالصميم بشكل خنقول مغلف بطابع طابع هادي ورقيق ويمس الشارع أو سواء الأستاذنا أنت تبي توصل تبي توصل فكرة معينة وتبي يعني تناقشها وتعرضها للرأي العام وتبين وجهة نظرك فيها مو بس تعرض الفكرة تبين وجهك تنظرك فيها إذا أنت استفزيت الناس فما حقق ما وصلت لهم فإذا تقدر تعرض الفكرة وتعرضها بموضوعية يعني لا تجامل فيها ولا تسيء للناس فيها تعرضها بموضوعية ولله الحمد أحاول قدر الإمكان أن يعني بيني وبينك هي كان سير على خط يعني أو على مثل ما يقولون حبر رفيع يعني تحاول توازن بين مجموعة من الأشياء هذا طبعي أنا يعني ما أحب أني أكون أحيانا يقولون لي مجاملة المهم الفكرة وصلت أو ما وصلت أنا هذا هدفي إذا وصلت الفكرة وما أعزل نفسي عن القضايا الوطنية ما عندي مشكلة في أني أتكلم وأبدأ رأيي بصراحة ولكن بأسلوب مقبول ومهذب يعني إذا توصل للفكرة وصلها بهذا الشيء هذا كتاباتي أنا من الثمانين وأنا أكتب مقالات أسأل الله يوفقك دائما في كل خطوة تخطينها إن شاء الله وفي القادمة من الأيام بس أمانة فجأتوني بأشياء أنتوا مادرون مين مطلعين دام أنت على السيف على السيف تشوفين دخلتوني قزر أي سيف الرجع تليال على طول إن شاء الله إذن دكتورة موضو الحمود شكرا على وجودت معانا شكرا وإن شاء الله نلتقي معاتش إن شاء الله في اللقاءات قادمة إن شاء الله كل شكر لك على وجودت معانا لكن مشكورين مشكورين حياتي الله وحلو أشوف شبابنا جد شكرا إحنا مستمري معاكم مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني